استقبل الرائد الركن سمو الشخالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة ممثل شركة الأمريكية ألاسكا للهياكل هما سيد جامي وايت رئيس التنفيذي للشؤون العسكرية وسيد جريت بويل مدير العمليات بالشركة وقد اشهد سموه بالمسيرة الحافلة التي تمتلكها الشركة منذ أكثر من 42 عاما في تزويد المنظومات الدفاعية وقد تبادل سموه مع ممثل شركة ألاسكا للهياكل الحديثة حوض المعرض وما يتميز به من شمولية في احتضان جميع وسائل الدفاع البرية والبحرية والجوية والذي يمنح المشاركين الفرصة لطلاع على آخر التقنيات الحديثة في مجال تصدع الأسلحة وتشكيل المنظومات العسكرية من نجاتهما عرب سيدان وايت بوبويل عن شكرهما وتقديرها للراعد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مشيدان بالجهود التي يبدلها سموه لدعم وتطوير قوة الحارس الملكية الخاصة مؤكدان أن المعرض هو واحد من المعارض العسكرية الشاملة الذي نجح في استقطاب أبرز الشركات العالمية في مجال التسليح والمنظومات الدفاعية الكبرى مريمان عن ثقتهما أن البحرين استطاعت من خلال هذا المعرض أن تكتب اسمها في تاريخ قامة المعارض العسكرية التي تعزز من الشراكة والتعاون والتحالفات الدولية لمواجهة مخاطر وصور الإرهاب ترجمة نانسي قنقر